النصوص الانتصار بتقول يعني كانت مدخرة مبلغ تشتري بشقة وجه فيه النصاب للزكاة واشترت الشقة تعمل ايه؟ المفتى به عندنا في دار الافتاة المصرية ان المال المدخر لحاجيات الزواج لا زكاة فيه بلغ ما بلغ طالما في حدود المعروف حاجيات الزواج اللي هي؟ اللي من ضمنها الشقة واحد بيحوش علشان يجهز روحه واحدة بتحوش علشان تجوز نفسها المال ده لو بلغ حد النصاب مع الهوزك طيب خلينا نروح حتى لو مر عليه حاول حتى لو بلغ النصاب حتى لو كذا كل ده مع الهوزك بناء على مذهب الحنفية اللي بتفتي بيه دار الافتاة المصرية مدام لحاجة من حاجيات الزواج وإتمام الزواج بالضبط